يا الله. هنتكلم في نايف بايس. احنا تكلمنا في وخلصنا. اه تكلمنا في تكلمنا في في اللي هو هو برضو مبنى على الاحتمالات يعني. مبنى على الاحتمالات. احنا النوردة نتكلم فيه الالجوريزم اللي هو اسمه تمام? عشان فيه كزا نوع من هما تقريبا حوالي فيه وفيه وفيه اللي هو فيه وكده هما 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 المالتينوميا النايف وفيه اهو تمام? وفيه البرنولي هما طب احنا النهاردة نتكلم في المالتينوميا النايف يعني هو فكرته بسيطة جدا جدا اعرف انت طبعا النايف اللي هو الاحتمالات يعني مسلا دي ليه احتمال لحدوث شيء مسلا ببني على شيء تاني يعني هو ده كده بنقول عليه اللي هو احتمال حدث حدث تم بناء على حدث تاني يعني يعني لو الحدث ده سوري بس لانه صوت قطع ورجع ثاني ممكن بس تعيد الصوت قطع? اه طيب اوكي انا كنت بتكلم ان دي هي بتاعت النايف اللي هي المعروفة يعني كمان اه كمان ما عندي شير الشير مش ظهر عندك ايوة اه لا ظهر اوكي انا عامل شيء اه طيب ظهر دلوقتي تمام اه شايف الايكوشن دي الا تمام اه اه اللي هي بقى بتاعتم النايف اللي هي المشهورة يعني اللي هو البوسترير والبريور اللي هو بروبابلتيوف الاتش مضروف بروبابلتيوف الاتش على بروبابلتيوف الاتش ده بتحسب لي احتمال حدوث اي شيء يعني مثلاً دي كده بنقول عليها البوستريور اللي هي بروبابلتي وبالإتش جيفن الإي بوستريور بروبابلتي بتكون مبنية على هايبوس على افتراضيات وحاجات حصلت وانتهت يعني مثلاً قيمة الإتش دي هي مبنية على قيمة الإي الشرطة اللي في النص دي اسمها جيفن يعني الحدث الإتش بروبابلتي أو في الإتش يعني احتمال حدوث الحدث إتش جيفن الإي يعني الإي ده حدث تم وانتهى وبناء عليه بنجيب قيمة الإتش يعني مثلاً هقول إن الراجل خرج من البيت وعمل حدثة طيب ممكن نحسب الاحتمالية بتاعت إن هو يعني احتمال إن واحد يخرج من البيت وعمل حدثة أو ما يعملش حدثة إن هو خرج من البيت دي كده في حد ذاتها حدث حدث اللي هي تبقى الإي اللي هي الإي يعني الإي ده أكله خلاص خرج الإتش ده بقى إنه وعلم الحدثة أو ما عملتش حدثة تمام يعني بروبابلتي وفي الإتش اللي هو الراجل نفسه الإتش دي اللي هو عمل حدثة يعني الي هو خرج من بيت فده كده بنقول عليه البوستريرو اللي هو حدث بيكون مبنى على حدث تاني أو حدوث شيء مبنى على شيء تاني تمام بيساوي بقى دي يعني اللي هو العالم اللي هو اسمه اسمه نايف هو هو اللي عامل دي يعني هي مبنية على الاحتمالات ده هو وده هو ده برضو ده هو بيقول عليه اللي هي اللي احتماليها الشرطية اللي هي اللي هو بقى احتمال ان هو يعمل حدسة ومعملش حدسة تمام وده اللي هو دايما دايما اللي في المقام بيكون الترمي التاني ده اللي هو الحدس اللي دمه انتهى طبعا فمن خلال دي من خلال دي احنا بنعمل يعني هو موضوع كله ما بنى على الاحتمالات يعني احتمال حدوث حدث معين او يعني حدث تم او ما تمش هي دي الفكرة يعني تعالي نفهمها من خلال مثال افضل تخلي مثلا ان احنا عندنا مجموعة ايميلز اللي هي باللون الازرق دي اللي هي الاميل اللي هي الهام او نورمال مسجز ايميل يعني فيه اشخاص بيبعطونا ايميلز والاميلز دي سليمة ما فيهاش اي مشكلة يعني طبعا وعندنا مثلا مجموعة ايميلز تانية اللي هي باللون الاحمر دي دي اللي هي اللي هي اللزبام بقى يعني الازرق ده اللي هو الهام والاحمر اللي هو اللزبام مثلا واحد عايز يعمل عايز يسرق حاجة عايز يختارك حاجة وهكذا تمام واحنا عايزين نعمل بقى ونشوف نعمل الاميلز اللي جاي اللي ده هل هو هام ولا تمام؟ عايزين نفلتر بقى نجيب اللي هي ازبام ونفلترها وتخليها لوحدها يعني تمام؟ تخيلني مثلا ان الكلمات اللي كانت عندنا في اللي هي الرسالة اللي جاي اللي دي كان عندي مثلا كلمة كان عندي كلمة فرند كلمة اللي هو الغداء. آآ كلمة ماني وهكذا. فانا هطلع بقى اشوف كل كلمة تقررت كم مرة في اللي هي الهام. تمام؟ يعني مثلا انا بصيت هنا على الرسالة الهامز دي هتلاقي ان كلمة دير تقررت حوالي كم مرة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام مرات. يعني كل مربع بمثل مرة يعني تمام؟ آآ يعني في كل ايميل مثلا ممكن تكون اقررت مرة واحدة. او مسلا ممكن ايميل واحد تكون تقررت فيه مرة فيه. بس اعتقد هي بتتكررها مرة واحدة بس اللي هو بيكون مفتاح الرسالة اللي هو كلمة دير فرند. نعم. وهنا مسلا كلمة فرند تقررت العدد ده هكزا مونيت تقررت مرة واحدة بس تمام? طيب بالنسبة للاميل اه هنا بقت خلاص احنا طلعنا الهيستوجرام ده الهيستوجرام ده عرفنا كل كلمة تقررت كم مرة تمام? من خلال بقى الهيستوجرام ده نقدر ان احنا نطلع بتاعتنا الاحتمالات بتاعتنا احتمال الكلمة دي يعني بالنسبة لكل الكلمات ان هي ان هي تتقرر يعني. يعني مثلا. مثلا لو انا عايزة اجيب احتمالات الدير عايزة اطلع البوستريور البوستريور بالنسبة للدير البوستريور اللي احنا قلنا عليه اللي هو ده تمام? لو انا عايزة اطلع البوستريور اطلعه ازاي? اللي هو probability of the deer given given ايه بقى? given normal message. لان normal message هي اللي انا شغالها علىها دلوقتي. normal message هو total يعني. لو انا عايزة اشوف احتمال كلمة دير اتقررت كم مرة في الرسائل اللي هي الهام. اللي الرسائل اللي هي السليمة اللي مفاش مش كده. ازاي بعرف حاجة ازاي كده? ازاي اطلع احتمال الدير? بجيب عدد الكلمات بتاعت الدير اشوفها اتقررت كم مرة بالنسبة للرسائل كلها. اللي هي given اصلا. الشرطة دي معناها given on. واللي بيجي بعدها بيكون حاجة معطاعة عندي في ال data بتكون موجودة اصلا. اللي هي normal message اللي هي كل ال data دي. اللي عليها المربع الاحضل. تمام? نعم نعم. طيب ازاي بقى نطلع الكلام ده? هنشوف كلمة دير اتقررت كم مرة زي ما قلنا? تمن مرات. تمام. على التوتل بتاع الرسائل كلها اللي هو 17. سبعة عشر. هاديني النتيجة اللي هو احتمال اه وجود كلمة دير في normal message. احتمال ظهور كلمة دير اللي هو سبعة وربعين من مية. تمام? هنعمل بقى نفس الكلام لبقية الهيستجرام اللي عندنا. بالنسبة لكلمة طبعا هناخد القيمة دي ونحطها فوق هنا. ده اللي مكتوب هنا يعني. بعد كده هنعمل ايه? هنعمل بقى نفس الكلام بالنسبة لكلمة احتمال اه وجود كلمة بالنسبة لي اللي هو عدد عدد كلمة اشوفها اتقررت كم مرة في الايميل اللي جاي لي. هنا اتقررت كم مرة خمس مرات. تمام? على التوتل برضو اللي هو السبعتاشر هديني كام تسعة وعشرين من مية. تمام? اهو. هنا خمسة على السبعتاشر. تمام? هناخد القيمة نحطها فوق. اهو. وبعد كده هنعمل نفس الكلام بالنسبة لايه? بالنسبة ليه اللانش. هشوف كلمة لانش اتقررت كم مرة. وشوف الاحتمالية بتاعتها انا شغالت دلوقتي بالنسبة ليه اللي هو عدد الرسالة اللي موجودة في النورمة كلهم اللي هما سبعتاشر ايه? سبعتاشر كلمة مش عدد الرسال سوريا. عدد الكلمات. عدد الكلمات. سبعتاشر. اللو binds ثلاثة على سبعتاشر يبقى دا الخاص بالكلمة بتاعت لمش تمام بحديد اللوقتي الدنيا سير. فنيجي برضو على كلمة اه بعد كده الكلمة ماني بقى. كلمة ماني. لا لا لحظي ان الكلمة ماني هي رسالة. اخد بالك احنا دلوقتي بنتكلم في الرسالة اللي هي الهام. 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 اه مش الاسبم. والهام. طبيعي ان الهام يعني الكلمة ماني مبتبقاش متكرارة كتير يعني علعكس مسلا لوحد عايز جانسا العالية يسرق مني فلوس مسلا او يسرق مني مصاري. فهو هتلاقي النواة بيقرر كلمة كتير. يعني مثلا زي الاعلانات اللي احنا بنشوفها دي. قولك مش عارف خشي مش عارف على اللينك ده وهتا تكسبي كام وهو اصلا بيكون ايه? فهنا هتلاقي بالنسبة كلمة متقررة مرة واحدة فقط. فلما اجيب الاحتمالية بتاعتها بالنسبة للكلمات بتاعت النورمال كلها يبقى واحد على السبعتاشر. لان اتقررت مرة واحدة بس عاديني الاحتمالية دي. تمام? هنعمل نفس الكلام. احنا اخد اي بالك ده كله بنطلع ايه? القيمة دي كده بتمثل ايه? اسمها ايه? اسمها probability. البستريور probability. اه اه. اه البستريور لان فيه فيه البريور وفيه البستريور. البستريور بيكون حدث مبني على حدث تاني. يعني الموني دي مبنيه على الايه? مبنيه على الرسالة كلها. تمام? انما البريور هو مش مبني على حاجة يعني. احتمالية البريور وتكونش مبنيه على حاجة زي ما نشوف دلوقتي ازا بنطلع البريور. يعني كل فكرة كل اللي احنا بنعملها ان احنا هنجيب البستريور وهنجيب البريور وندرابهم في بعض ونطلع الاحتمالية. بالنسبة لالهام وبالنسبة للسبام. وبعد كده بناخد الماكسيموم. خلينا نمشي في السلايد ستيب باي ستيبها نفهم اكتر يعني. المهم ان احنا كويمة دي اسمها البستريور اللي احنا قلنا عليها فيه اللي احنا قلنا عليه هنا دي. دي هي ابتستريور او اسمها لايكليهود اسمها بستريور او لايكليهود اللي اتنين بيستخدموا بالتبادل يعني تمام? طيب هنعمل برضو نفس الكلام بالنسبة اللي هي اللي اسبام احنا خلّص كده خلص كده خلصنا لايه خلصنا الهام. تمام? هنمسك بقى السبام هنشوف برضو الكلمات اللي اتقررت فيه ونعمل لها هتلاقي ان كلمة دير اتقررت مرتين. كلمة تقررت مرة احدى. كلمة ما تقررتش ولا مرة. ودي مشكلة خد بالك. دي مشكلة ان كلمة ما تقررتش وهنعرف ليه دلوقتي. اه كلمة كلمة تقررت كم مرة? اربع مرات. اربع مرات. اكتر يعني من هنا لان ده يعني. فطبيعا كلمة تقوم تقررت اكتر. طيب هنعمل برضو نفس الكلام هنطلع المق Ex Lets go. ال person Xin. ايلي موجود عندي هنا مسلا كلمة دير متقررة مرتين بالنسبة للتوطال الكلام مثال سبعة haدي هنا اتنين تلاتة وهبي هنا اربعة يبقى سبعة. يبقى اتنين على سبعة عيدين الى احتمالها دي. اه او اتنين على سبعة ده طبعا بالنسبة لل التوتال اللي هو السبعة. الكلام ده ستيب باي ستيب طبعا اهو. اتنين على سبعة. آآ طيب هنجي بعد كده الكلمة اللي بعدية اللي هي فرند. فرند اتكررت مرة واحدة بس. يعبقى واحد على على سبعة سبعة. عديني اللي احتمالها دي. اللي هي تسعة وعشرين آآ من مية. تمام? بعد كده طيب بعد كده هنعمل ايه ده طبعا بالنسبة لكلمة بعد كده بالنسبة لكلمة آآ بالنسبة لكلمة آآ بالنسبة لانش هتبقى زيره طبعا. لانها ما تكررتش ولا مرة هيبقى عندي الاحتمالية بتاعتها على اللي هو هيبقى صفرة على السبعة صح? اهو. فرعة السبعة هيبقى صفرة. وانا بالنسبة ليه الموني قررت كم مرة? واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة. اربعة مرات على هيديني سبعة وخمسين من مية. يبقى احنا كده جبنا برضو بالنسبة للسبام. طيب. طب خلاص ده نفس الكلام يعني هو بيتعاد. هنشيل بقى كل الكلام ده ونحط الاحتمالات اللي احنا طلعناها كلها جنب بعض كده. دي كل الاحتمالات اللي احنا طلعناها بالبستريور احتمال كل كلمة ظهرت كام مرة بالنسبة للمسجز سواء الهام او تمام? طيب. اه زي ما قلنا كده ان المصطلحة ان دي كده على بعضها اسمها ايه بقى? اسمها اه او البستريور بروبابليتي او زي ما مكتوب هنا جده. يعني ايه? يعني تعديل يعني او اعادة مصطلح كلمة. اه اللي هي الحاجات دي اللي احنا طلعناها او بيكوز ويهاف كالكوليت زي بروبابليتي احنا دلوقتي شغالين على كلمات محددة. انا عندي دير وفرند ولانش وماني. هنا وهنا. اه. في اللي اللي اتنين. فهي كلمات محددة. يعني حاجة مش كونتينوز. فاهماني? فعشان كده اسمها يعني هنا اهو اه يعني هدلوقتي تشغالين على حاجة هي مش كونتينوز زي مثلا الوزن بتاع الشخص هي بتكون حاجة لان دي بتبقى ارقام كتير ومتغيرة برضو بتاع الشخص طوله يبقى اه اه تبقى حاجة برضو متغيرة فعشان كده بنقول عليها اللي هي هي اسمها برضو اللي اتنين بيستخدموا بالتبادل يعني. وده يعني مكتوب ان يعني احنا ذكرنا كده لان فينبعه الكتب او في بعض المقالات هتلاقي ان يعني اللي اتنين بيستخدموا التبادل عشان لو شفت تفهم ان هي معناها organsi leaders تمام طيب ماشي. احنا برضو نفس الكلام بتاعت بنقول ان الكلماتين بيستخدموا يعني اللي اتنين بيستخدموا بالتبادل تمام? طيب خلاص احنا كده يعني ده كله او احنا دلوقتي بنتكلم اه في المالتينومية اه اه نايف يعني هنا بالنسبة للالجوريزميس التانية اللي هي بتكون برضو يعني فكرتها بتكون قريبة من كده بس مبنيها على اللي هو الشكل بتاع الجوسيان ده. بطلع احتمالية كل كلمة بنائنا على الجوسيان اللي هو الكيرف بتاع الجوسيان ده. الجوسيان ده بيشتادن في اكثر من جوسيان اه استاذ احنا. نعم. في اكثر من جوسيان لو هي جوسيان واحدة. يعني اه هي واحدة. اه هي واحدة وبتستخدم حاجات كتيرة جدا جدا جدا. اكتر من ما تخيالي. يعني اي الجوريزم تقدر تدخل عليه كلمة جوسيان وتنفذ عليه الكيرنال اللي هي جوسيان ده. هي هي تعتبر يعني دلة جوس مش فيها بس مجرد سهل عملية يعني هي مش جرد يعني للاخرار صح? هي بتحل لي مشاكل كتير. هي بتحل لي مشاكل كتير. اه في الخدو خدو بالك كمان يعني بستقدم في الكومبيوتر برضو. شكل كبير في الالجوريزم. حتى في في الصبرت بستقدم. بستقدم في حاجة كتير يعني. يعني بتعملنا غير بتعملنا اه يعني. على حسب الالجوريزم. هي يعني هي كل الالجوريزم كل الالجوريزم بيكون لها استخدام معاين في الالجوريزم ده. فهماني? يعني يعني مش حاجة. بس هو في الاول في الاخر بتاع الجوسيون. وبطلع احتمال ظهور كل كل كلمة بالنسبة للكيرف ده. يعني بعمل بتاعي كده وبطلع احتمال ظهور كل كلمة. تمام? اه انا هبدو لك يعني اودينا مش واضحة بالنسبة لك فيه. اني بقى نشرح من المحاضرة الجهة. نفيش مشكلة اللي هو الجوسي يعني. تمام? كل اللي احنا عملناه ان احنا طلعنا البست ريور بس. تمام? كل الكلام ده يعني عادي ما اعمل شو الحاجة. طيب. بعد كده با عايزين نعمل عايزين نعمل تست. عايز اعمل تست. اتخيالي مسلا ان انا جالي كلمة جديدة. وعايز اعمل للكلمة دي اللي هي جالي في الايميل. ولا يكن جالي كلمة عايز اعمل لها تلاسفكيش. انا شوف هي طبع الهام ولا طبع سبعة سبعة. تمام? اه. تمام. ازاي هنعمل حاجة زي كده? اول حاجة لازم نطلع البريور الاول. هنطلع البريور بالنسبة لي ازاي هنطلع البريور بالنسبة بالنسبة هي لها قانون برضو معروف. اللي هو عدد الاميلز هنا اللي هما كان سبعتاشر. لأ عدد من العام. للهام اه. مش الكلمات عدد الاميلز. الكلمات كانوا سبعتاشر. ا ا ا ا ا. لكن هو اللي اللون باللون الازرق دول ا ا ا ا فاهميته فاهميتة اه ا 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 Red B� œt western ر من خلال البريور. عالي نشوف كده اهو. تمانية على تمانية زيادة اربعة يديني سبعة وستين من مية تمام يبقى ده كده بالنسبة لي القلاس ده طب ازا بقى نطلع بالنسبة لي القلاس التاني او هنا نقرأ المكتوب ده طبعا بالنسبة لي تمام طب هنا بقى بالنسبة هناخد طبعا القيمة دي ونحطها هنا بالنسبة بقى دي طبعا اللي هي البرير زي ما بنقول كده يعني تعديل يعني مصطلحات ان المصطلح ده كده اسمه اللي احنا شفناه هن تمام اللي هو ده وده تمام اهو خلاص انا طلعت البرير واحنا قلنا عشان نعمل احتمالات من خلال بنعمل ايه باخد البرير واضربه في البرير وطلع الاحتمالية بتاعتي بس ده كل اللي بعمله بضرب البرير في البرير وطلع الاحتمالية طيب انا دلوقتي قلنا جاي لي ايميل جديد الايميل الجديد اللي جايلي ده في كلمة طيب كلمة عشان نطلع الاحتمالية بتاعتها بالنسبة لي الهام بعمل ايه بضرب البرير في البرير طيب البرير كام بالنسبة الهام اللي احنا لسه نطلعينها. اللي هي سبعة وستين من مية صح? مضروبة فيه اللي هي الكلمة اللي جالك جديدة دي بقى. هي اصلا موجودة عندي احنا حزبينها قبل كده اهي. صح? اه. اللي هي احتمال زهور كلمة بالنسبة الهام. اه اه احتمال زهورها اللي هو سبعة وربعين من مية يعني تمام? فهنا طبعا اه هنا كمان بالنسبة لكلمة التانية اللي هي الهام يعني دير فرند. فدير برضو هي كلمة موجودة عندي. الاحتمالية بتاعتها موجودة هي. اللي هي كم تسعة وعشرين مية. دي احتمال كلمة بالنسبة لي الهام تمام? هنعمل بقى. هنعوض يعني بالارقام هنعوض بالارقام اللي موجودة عندنا في دي. هنعوض عادي خالص هتلاقي سبعة وستين من مية اللي هي مضروبة في بتاعة كلمة. سبعة واربعين. اه مضروبة في بتاعة كلمة هيديني كم? هيديني تسعة من مية. يبقى دي تسعة من مية دي احتمالية او نقدر نقول عليها اللي بيمثل او اللي بيعرفني ان كلمة هي طبع ده اللي هو الهام. يعني دي يعني احتمالي ان كلمة تكون طبعا الهام هي تسعة من مية. تمام? اه. هنعمل بقى نفس الكلام بالنسبة للسبام والقيمة اللي هتطلع لي اكبر هاخد فيهم. يعني انا دلوقتي هطلع قمتين انا طلعت دلوقتي القيمة بتاعت الايه? بتاعت الهام. هعمل نفس الكلام بالنسبة للسبام. وهطلع برضو قيمة كده. وهطلع قيمة بالنسبة للسبام. وهيبقى عندي قيمتين. قيمة للهام وقيمة للسبام. هعمل ايه? عشان اعمل بتاعي بالنسبة للكلمة الجديدة اللي جاءت لدي. هاخد الماكس ما بقى فيه. تمام? تعالي نكمل ونشوف. احنا خلاص طلعنا احتمالية يعني او طلعنا تاعت الكلمة ان الجملة او الكلمة اللي جاء لدي تكون تبع اللي هو الهام يا تسعة من مية. تمام? فانا. طلعنا اه. انا طلعت البرير ده. ده البرير اللي هو. اه. هذا البرير. بعدين اه تضرب هذا البرير. مع قيمة الدير. مع قيمة الفرينز. بضرب البرير في البستريور. اه. اه. تمام. احنا قلنا دول البستريور. تمام. ودي هي البرير. دي احنا حصبناها ازاي? فكرة? اه. ازاي? البرير اه. طلعناها قيمة اه. كم مرة حدثت الدير من بس من من عدد المسيجز? لا لا مش كده. البرير دي طلعناها لما قلنا عدد الاميلز اللي هما تمانية. على عدد الاميلز برضو اللي هما تمانية. زياد عدد الاميلز اللي موجودة في في الاسبام اللي هما اربعة. لا. عدد دي ديني سبعة وستين. على الابيل? بروبابلتي. بروبابلتي وفي النورمال. اللي هو النورمال مسيج. على البروبابلتي. وفي النورمال مسيج برضو. زائد بروبابلتي. وفي الاسبام. مسيجز. يعني احتمالية النورمال مسيجز. عندي كام رسالة? تمانية. تمانية. انا عاس اجيب احتمالية النورمال مسيج بالنسبة لاحتمالية ففي الاسبام مسيج زائد بتاعة اللي هما الاربعة. الكلام دا اه طبعا. طيب. بعدين اخذنا البي اف. ده كده هو البرير وده والاربعات دول هما هعود بقى بالاركام بالكلمة الجديدة اللي جات لها. انا عايز اعمل لها اعايز اشوفها تابع الهام ولا تابع الاسبام. تمام? بس هو واضح يعني من الكلمة دي دي. هي ممكن تمشي اللي اتنين يعني ممكن تمشي نورمال. وممكن تمشي سبام. لان برضو لو واحد داخل يعمل علىها. فمش هيخشيلي اه يعني دخلها وحشة او في البداية كده ممكن يخشيلي الاول. اه كي. يعني يحاولي لطف معايا الاول ويكلمني كويس. باع كده اللي اسبام بيكون في الاخر يعني. فدي الفريندي دي. ممكن ممكن جدا تكون تابع الهام. وفي نفس الوقت ممكن تكون تابع الاسبام يعني. عشان ده الكلام اللي مكتوب ان هي. اه 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 از اجيب اه يعني هي ممكن تكون وفي نفس الوقت ممكن تكون ازبام يعني. المهم خاناها احنا طلعنا القيمة بتاعتنا اهي. اللي هي تسعة من مية اللي هي بتمثل احتمال ان الكلمة دي تكون تبع الهام هي تسعة من مية تمام? تعريبا ندي نفس متعادة. اه هي متعادة نفسها. تمام هناخد القيمة بقى ونحطها فوق هنا. تمام? طيب بعد كده هنعمل ايه? هنعمل نفس الكلام بقى بالنسبة للسبام. قولي لي بقى هنعمل ايه بقى? يعني قولي لي احنا خلاص خلصنا دي كده. هنعمل هنا ايه بقى? عايزين نطلع اول حاجة نطلع. اه. اربعة على اربعة. طمع كده اللي هو عدد الرسال اللي موجود يعني. فهنطلع بالنسبة للسبام يعني. تمام? اه ده انا طبعا نفس الكلام مكتوب اهو. اربعة على اربعة زائد تمانية هديني تلاتة وتلاتين من مية. ودي اه بالنسبة لي اه اللي هي للسبام. تمام? اه. بعد كده خلاص هناخد القيمة دي نحطها هنا. بعد كده هنعوض بقى. هنطلعت هنا. لازم اطلع ع ع عشان اقدر اعمل بتاعي. ازا ما احنا عملنا هنا بالزبط. فانا هنا خلاص ما عنديش حاجة مجهولة. فلما اضرب في بتاع الكلمة نفسها اللي جاية لي. هطلع على الاحتمال ايه? بالنسبة للسبام. اضروبها في بالنسبة للدير جيفن الاس. الدير جيفن السبام. فين? اهي. تسعة عشرين من مية. صح? فاللي دي اللي احنا نعوض بها يعني. وبالنسبة كمان للفريند او بالفريند جيفن اللي هي اربعتاشر من مية. فهنجي نعوض عادي. هنعمل بقى اهو. هنعمل ونعوض. اهو. هيديني كم في الاخر? هيديني واحد من مية. تمام? يبقى كده دي الاحتمالية او اه دي الاحتمالية ان الكلمة اللي جات لدي. اللي هي دير فريند تكون تبع القلاس ده. اللي هو القلاس اللي بتسوي كم? بتسوي واحد من مية. تمام? زي ما قلنا ان الكلمة دي ان هي دير فريند ممكن تكون هام وممكن تكون هنا برضو مكتوب ايه? اسبامي. تمام? طيب. ممكن تكون اسباغ. تمام مش. هي كاسباغ طلعت واحد بالمية. او احنا هناخد. او احنا هناخد. او او احنا هناخد. او 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 cause the score we got for normal message. ده ده الصور اللي احنا جبناه بالنسبة للنورمال. النورمال. اللي هو تسع من مية. هو اكبر من is greater than score we got in spam messages. يبقى كده. لو انا هعمل classification لكلمة هعملها classification هتبقى هام واللا ازبام? هتبقى هام بالضبط لان الهام هو تسعب المين احنا هنا بناخد بالاكبر طيب ماشي يبقى خلاص هنا الظرف بتاعي بقى ازرق اهو هتبقى هام يعني تبقى المسجس اللي هي يعني طيب تعالي بقى نشوف يعني حاجة يعني ايه فيها فكر شوية او فيها يعني ايه لان الكلام ده الكلام ده هنا مش منطقي قوي مش منطقي قوي ليه تعالي اقول لك ليه يعني مثلا تعالي نشوف يعني حاجة مش انه مش منطقي هذا الموضوع انا فهمت كاحصاء يعني كاحتمالية ما هو كل احتمالية انا اردفهم مثلا اه اردفهم هاذي اش راح يفيدني بالماشين ليرنك او بالديب ليرنك لا هو بصي هو يعني انا اقصد ابنش من منطقي مش منطقي هرديكي مثال دلوقتي وهنفهم ليه بس هنا هو اوكي احنا نفذنا الالجوريزم صح وكل حاجة انما ده هيفيدك باخيا في الماشين ليرنك هو ايجوريزم بيعمل زي الايجوريزم الثانية اللي احنا درسنا وزي likelihood بس هو ليه بتاعته الخاصة يعني كل الالجوريزم بيشتغل بأسلوب معين يعني تمام مش كل الالجوريزم لنافس فده هيفيدك باخراайн وكان يتعمل جايلك مسلا بيانات عن الناس مرضى فانت عايز تتعرفي مسلا الراجل اللي عنده مرض القلب ولا ما عندهش مرض القلب. هتستخدم ان هو يعمل لك للداتا بتاعة الراجل ده. تدينه مسلا درجة تدينه عمر الشخص. تدينه يعني مسلا فصيلة دمه. وتدينه شوية بيانات عن الشخص ده. وهو يقول لك ازا كان هو عنده مرض القلب او لا من خلال هو بقى بيشتغل بالطريقة دي. انا بعرفك ازاي الالجوريزم اصلا بيشتغل. وسهل جدا بتجيبيه في زي ما احنا متعودين قبل كده من بنجيب اي الالجوريزم احنا عايزينه من وبنعمل عادي جدا يعني. والفكرة كلها مش في الالجوريزم. الالجوريزم استخدمه سهل في الكود. الفكرة بتكون في على الداتا. زي ما تعودنا اي داتا بنشتغل عليها لازم الاول يعني بناهل الداتا جيه تكون بالزبط. نشوف مسلا مشاكل اللي في الداتا ونعالجها وبعد كيف نستخدم الالجوريزم وتكون اسهل حاجة. فده ازاي بنستخدمه في عشان نعمل كلاسفكيشن. احنا عملنا دي الوقتي المسال اللي احنا اخدناه تعديل فرند. كنا بنعمل كلاسفكيشن يعني. انا عايز اعرف الكلمة دي هي طبع الهام ولا طبع اللزباء. فالالجوريزم نفسه بقى في البيس و لما بيجي يشتغل بيشتغل بنفس الطرية دي. احنا هنا طلع لها طبع الهام لان هي دي كانت الماكسيموم. كانت تسعة من مية. انما التانية طلعت لواحد من مية. وده يعني منطق شوية لحد ما ان كلمة دير فرند تكون طبع الهام يعني. طيب ماشي. هناخد بقى حاجة شوية يعني مثلا هي. هنا برضو عندنا نفس الكلمات اهي. هنا هنا زي كده يعني نفس الكلامات اللي بتاعات كل اللي احنا عملناه. ان احنا طلعنا عدد الكلمات في شكل بالنسبة للنورمل وبالنسبة للنسبة وطلعنا بالنسبة لكل كلمة فيهم تمام? يعني احتمال احتمال ظهور كل كلمة. اه احتمال ظهور كلمة كانت دي وهكذا كلمة كانت الاحتمالية دي. ده اللي هو بتاع كل كلمة وطلعناهم وحطناهم كده. ده زي يعني زي تمام? اه وبعد كده طلعنا ايه? طلعنا البرير. طلعنا بالنسبة اللي هو كان تمانية على تمانية زي دل الاربعة. وعرفنا ازاي يعني? وطلعنا برضو بالنسبة اللي هو اربعة على اربعة زي التمانية. وبعد كده كان جات لي الكلمة دي اللي هي دير فرند. وقلنا عشان نعمل لها بندرب في البرير في البريير ده. في اللي هي بقى على حسب الكلمة لجاية لعند كلمة دير وعند كلمة فرند. فانا ااخد اول واحدة. وتاني واحدة بس. تمام? وعود هنا عادي خالص وطلع اضربهم التلاتة في بعض كده وعود وطلع القيمة بتاعتي طيب وبرضو بالنسبة للسبام كنا عملنا نفس الموضوع طلعنا البريور وكان عندنا القيم بتاعة عوضنا في دي اللي هو كان عندي دير بالنسبة للسبام وفرند بالنسبة للسبام وعوضنا عادي خالص وطلعنا الكمتين دول فقولنا ان احنا هناخد ايه الماكسلون دي وهنقول ان هي لان هي طبعا اكبر من القيمة دي وهيبقى الاميل اللي جايلي ده هو ايميل هامل تمام? طيب ماشي نوع اه كلاسفكيشن يعني خلاص احنا فهمنا ازاي موضوع ده بيتم طيب تعالي بقى نشوف يعني مثال تاني هنشوف مثال تاني تخيلي مسلا ان انا جايلي ايميل والايميت ده كان موجود في الكلمة دي طبعا جدا جدا من اي حد هشوف الماسج دي كده وهو مغمض هيقول ان هي صح? اه لان كلمة متكررة اربع مرات تعالي نمشي على بتاعت الالجوريزم المفروض ان الالجوريزم اللي عم اعمله يقول لي ان هي ايه هام ولا ازبام? مفروض ايه مفروض تعالي بقى نشوف الالجوريزم هيعمل ايه? هنمشي بنفس الستبس هنبرضو ونضربها في ونطلع اه القيمة بتاعتنا وبعدها ناخد الماكسيموم تمام? طيب هنعمل برضو نفس الكلام اه هنا طبعا بيقول ان كلمة طبعا هنا كلمة اه فين هاير فين? هنا هاير ايه يعني دي هنا اكبر دي الاحتمالات اللي احنا كنا طلعناها قبل كده. فهنا احتمال كلمة اه احتمال احتمال كلمة الزهور احتمال زهور كلمة في سوري احتمال زهور كلمة ماني. ماني. في هي اكبر من احتمال زهورها فين? هنا. في الهار. تمام اهو. هالستب الاولى اللي احنا حسبنا فيها اه. اه بالزبط دي دي اللي هي اللي احنا كنا طلعناها قبل كده. تمام? اه. طيب. اه يعني هنا دي ليه يعني ايه الغرض اصل ان احنا نقول ان دي اكبر من دي? لان طبيعي لما اجي احسب البربابلتي بقى لما اضرب في هتكون دي قيمة اعلى يعني. اه. لان لما بضرب دي لما بضرب السبعة خمسين من مية في القيمة دي هيديني قيمة اكبر من لما اضرب دي الستة من مية في دي. اكي. صح? فمفوض ان دي تطلع لي اكبر فبالتالي الرسالة دي هتكون سمام? طيب تعالي نكمل ونشوف المشكلة الحقيقة هتكون فين? هنطلع برضو بتاع زي ما عملنا قبل كده بالزرعة. تمام? اهو هنا طبعا اول كلمة عمدي ايه في الرسالة اللي جايلي? طبعا هنشتغل الاول على اللي هو هنا بنعمل ايه? بنضرب في فين اهي? اللي هو كان كان تمانية على تمانية زاد اربعة اللي هي القيمة دي. مضروبة في احتمال زهور كلمة لانش بالنسبة للهام ماسجز. اللي هي كان تمنتاشر من مية. تمام? مضروبة فيه مضروبة فيه الماني جيفن النورمال ماسجز او اصة اربعة لان هي اقيمة قرارها اربع مرات يعني. فمشاناعد نعدهم يعني. نعمل اصة اربعة وهاوات. تمام? ففي ستة من مية. فهنعود عادي خالص وهنطلع كامل الاحتمالية بتاعتنا في الاخر كتوتال اللي هو الاؤوتبوت النهائي بتاعنا اتنين. اه اتكرار اتكرار من يقول اربعة في الـ probability اص اربعة. انا بقول كلمة امني بتقرارها اربع مرات. اي يعني ما اقول اربعة في الـ probability اقول اه probability of money اص اربعة. بالزبط. اه اوكي. لان هي منتقرارها اربع مرات فعشان ما نعودش عادي الكلام يعني فاهماني? اه اه. عشان ما نعودش. لا ما احنا بقى كرياضيا التكرار هو ضرب. مش اس. اس يعني صار مضاعف. صح? ايوة بالضبط. الاس بيخلي الرقم يبقى مضاعف. مضاعف. بس هذي اربع مرات تكرار. يعني ما اضرب اربعة في احتمالية الماني. ما هو يعني يبقى عندك بربابلتي اوف الماني جيفن النورمال. نورمال. اربعة. متقرارة في كم مرة? اربع مرات. بالزبط كده. عشان ما نعودش. لما اقول اربعة. عشان ما نعودش نكترها يعني اربعة مرات فعشان كده. لا لا افهمت افهمت. بس اقصد انه هاي الاربع مرات هي اس وليس ضرب في اربعة. ايوة اس? اي اس وليس نعم. او انا قلت ضرب انا ما قلت. لا لا انا اريد استفسر. انا اريد استفسر. انا اريد استفسر. طيب ماشي. ايه واضح لحد دلوقتي اللي احنا عملناه. تمام? ايه واقع. بربابلتي اوف الماني جيفن النورمال ميسج. اص اربعة لان الكلمة متقرار ربع مرات. هيديني كم في الاخر. اتنين من رقم. اه اتنين من رقم كبير كده يعني. اه. رقم صغير جدا جدا. طب تعريب انا اشتغل على اللي هو. سبام. سبام. هنا هتكون هنا هتكون المفاجهة بقى. انت وغدا بالك يعني المشكلة هتكون فين? قبل ما اكمل. يعني تتوقع ان الرقم هيكون اكبر ولا اصغر? اللي هو هيطلع. هو المفروض. المفروض بالسبام يطلع اكبر. حتى يعني. ده المفروض. ده المفروض ان هو ليطلع اكبر. حتى ناخد بالزبط. عشان ناخد بس قبل ما اكمل يعني انا عايز اختبر ملاحظتك مش اكبر. هل انت بوحزة وغدا بالك من حاجة ان مين هيطلع اكبر? اكيد لانه سبعة وخمسين اذا خليتها قس اربعة. لا لا هي القصة. اه لا 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 اطلع اصغر. لانا هتنضرب في الزيرو. بالزبط. فهي دي هي دي التركاية بقى. ان انا ما ينفعش يكون عندي اي بوست ريرد كلمة موجودة عندي يكون احتمالها بزيرو. اللي دي اللي هتعمل للمشكلة. اه. تمام? تعالين كم. اه. فهنا اهو بالنسبة للسبام اهو مضروبة 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 والس والص اربعة. تمام? فهنعوض عادي. اه. هنعوض هنا بالاركام اللي هي قدامنا دي. ستطع زيرو. زيرو. فكده التانية هي اللي طلعت اكبر. يعني هنا طلعناها زيرو. لان كلمة لانش ما اتكررتش هنا ولا مرة لو تفتكري في البداية خالص. الفاكرة في البداية لما انا قلت لك ان كلمة لانش ما اتكررتش. اه هتعمل انها مشكلة. اه. قلت لك دي هتبقى مشكلة وهو اقول لك ليه بعدين. اه. عشان كده. اه. اه. يعني متخيلة ان الرسالة زي دي لانش ماني 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 الالجوريزمة يعني واضحة اول نياز بها. كون هام يعني اه. بعدين تطلع هام. تمام. يبقى هنا زين ات دوزن ماتر اه. يعني مش هيفر معانا القيمة دي. ولا هيفر معانا اي قيمة تانية طالما انا موجود عندي قيمة صفر فمها مضرب. اه. حتى لو الارقام اللي عندي كلها هديرة. مها مضرب لا اي حاجة في صفر هتكون بصفر يعني. تمام? تمام. تمام. اه. لان هنا اي. اي. زيرو يعني. زيرو. اه. اه. تمام? فهنا ده التعويض العادة هو يعني لو انا عندي اي جملة جيالي ومهما كانت الجملة دي هي بس موجود فيها كلمة فهيكده هيعمل لي تمام? طيب يبقى ده طبعا الاحتمال الاول اللي احنا طلعناه وده الاحتمال التاني اللي احنا ايه طلعناه اللي هو زيره فبالتالي الالجوريزم يصنفها ان هي هتبقى طبعا الازرق اللي هو الهام ان هو تمام? طيب الحل ايه? الحل ايه عشان نحل مشكلة زي دي ان انا ازود على الكاونتر بتاع كل كلمة واحد او على الانستجرام ازود على كل كلمة واحد يعني مثلا لو كلمة اه او سوري خالي مثلا نتكلم كلمة دير لو كلمة دير ظهرت لي هنا مثلا كم مرة وليكن سبع مرات لو هي ظهرت لي سبع مرات انا كده اقول تمانية بالزبط لو كلمة مثلا زهرت لي خمسة او ستة كلمة زهرت لي مرة اه احنا كده بنزود كام بنزود واحد اه واحد دي ده برامتر انت اللي بتتحكمي فيه في الكود ممكن تخلى تمام على فكرة ممكن تزود اتنين مش شرط واحد بس الافضل واحد يعني عشان ما نغيرش او في اللي احتمال لها بتاعب او فالمربعات الصمرة دي دي اللي احنا زودناها او نعم تمام اللي هي الخفيفة او دي اللي هي البلاك بوكس تمام اه وهنا برضو بالنسبة للسبام هنعمل نفس الكلام تمام طيب او اه يعني دي اسمها الفا او يا بيكون اسمها الفا البرامتر ده ما تلاقي موقف في الكود اه لما تيجي مسلا تشغيل عن الفا اقوال وان اقوال زيرو اقوال زيرو يعني احنا ما زودناش اي كلمات اقوال وان مسلا زودنا كلمة احد اللي هي المربعات اللي هي البلاك بوكس دي تمام او ممكن نحطها اي حاجة يعني مش شرط واحد ممكن اي حاجة اي حاجة كده عمرنا ما هنطلع زيرو بقى لان ما عندناش ما عندناش اي هيكون بزيرو كده مستحيل ان احنا نطلع اي زيرو تاني يعني تمام فهنعيد بقى هنحسب بقى احتمال جديد بقى بالنسبة للكلمة دي هي في البداية كانت الاحتمالية بتاعتها بزيرو فاحنا هنحسب لها احتمالية جديدة بقى اللي هو بربابلتي وفلانش جيفن اللي سبام تمام او فهنا هيكون بربابلتي اللي هو واحد على التوتل هنا كام واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة اللي هي عدد الرسالي القديمة تمام عدد الرسالي القديمة اللي هو الكلمة نفسها واحد على الاحمر الاحمر كام سبعة سبعة. على زائد اللي احنا زودناه. لما الاربعة. لما الفور بلاك بوكس. واضح? اللي هو واحد على سبعة زائد اربعة هيديني الاحتمالية بتاعت الايه? بتاعة اللونش. تمام? اللي هي هتكون. طب لاش نكون زائد اربعة خافية نحسبهم كلهم يعني اهم وكلهم يدعش. مش احنا زودنا كلمات جديدة? اه عادي احنا ممكن. ايه ما هي كلهم صارت يدعش. هي هي هي. ما هي هي. ما هي كده 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 عملية جمعي يعني. فهي هي مش تفري يعني. تمام? بس هنا هنا موضحة ليه يعني سبعة زائد اربعة عشان انت تفهمي بالتفصيل. عشان عارف ان الاصل هي اربعة وزودت انا اربعة. الاصل سبعة وزودتها اربعة. بالزبط كده. تمام? وهيطلع معنا تسعة من مية دي البوست ريور بالنسبة للكلمة بتاعت تمام? تمام. ادنج كاونت ادنج البلاك بوكس دي مش هتأثر على الرقم ده في حاجة. تمام? يعني مش هتغير مش هتغير بتاعتي في حاجة. تمام? الكنية بتاعتي برضو هتفضل سبطة بتاعت النور الماسجج. تمام? وبرضو اه يعني اور زا اه اه او زا اه دي برضو مش هستتأثر باي حاجة. اللي هي تلاتة وتلاتين من مية دي. تمام? بكوز ادنج كاونت اه تو ايتش وورد معنا ان احنا زودنا كاونت اه ده مش غار عدد المسججز. عدد المسججز هو ثابت. مش احنا هصول عندنا تمانية? تمان رسائل صح? فزودت انا كلمة او قللت كلمة. ما زودنا كلمة ما زودنا ايميل. بالزابط اللي نور عليك هي دي الفكرة. فمعنى كده ان الرقم ده مش هتأثر معي في اي حاجة. مش هتأثر. تمام? وبرضو الرقم ده مش هتأثر بحاجة. دي تقريبا نفس الاسلايت بتتعد. الاسلايت دي عايزة تتزبط شوية. ماشي المهم. فهنا دي طبعا الاحتمالية الجديدة هي لو انت واخدبتك منها ما بقيتش صفر. اه. اللي احنا حسبناها من شوية. تمام? لو احنا بقى دينا حسبنا الاسكور تاني. طبيعي بقى ان كده ان دي ان المسج دي هتكون تماما نفسقد ايه? تماما. تماما. او اه هنا بقى دي اللي احنا كنا طالعنا هنا طبعا بالنسبة للايه? بالنسبة للاحتمالية اللي هي دي اللي هو وفي اه وفي وفي النورمة والى وهكزا يعني في الماني قصر بها. فهنا بقه برضه هنطلع اللي احتمالية بالنسبة للسبانب اللي هي القيمة دي 33 من 100 مضروبة في اللونش اللونش فيه مرة دي تبقى تسعة من 100 مضروبة في الموني اللي هي القيمة دي الاهمية اللي هي 45 من 100 قيمة لتحت خالص يعني تمام؟ هيديني القيمة دي فكده فين الاخبر باخد المكسيموم. احنا قولنا خلاص دي الاحتمالية ان الجملة دي. احنا دربنا البر في البست رير. اه. تمام. اللي هو بالنسبة للجملة دي. واينا برضو ضربنا البريور اللي هي فهو ده كله كده. طلعنا الاحتمالة دي. فاحنا قولنا بناخد المكسيموم. يا بقى خلاص باين قوي قدام انه ده هو المكسيموم. رسالة دي هتعامل لها انها باين. يمعVE عارفنا ان احنا ازاي بنحل مشكلة ان انا يكون عندي او يكون بزيرو ففي الحالة دي بنزود الالفا ممكن نخليها بواحد ممكن نخليها باتنين زي ما نحب يعني تمام? وممكن نعملها بالجريت سيرش فاكرة جريت سيرش احنا احنا اتكلمنا في والجريت سيرش اه اه كان بيعمل ايه? كنت باجي مسلا اشتغلها على الكود قديره مجموعة برامترز يعني مسلا اقول له ان الالفا هتساوي ممكن اقول له واحد واتنين وتلاتة واربعة وهو يختار الالجوريزم يشتغل ويختار لي احسن رقم فيهم فاكرة جريت سيرش لما رسمنا الشبكة دي لما رسمنا شبكة كده وقلنا ان انا عندي زي تقطعات وبحدد ده انا بختار ايه الالجوريزم يعني مثلا في صبرت فيكتور مشيق. بيكون عندي اللي هو اللي احنا شرحناها قبل كده. بيكون عندي مسلا برامتر اسمه سي. اللي هو بيتحكم لي في الحجم بتاع المرجل. وبيكون عندي مسلا برامتر اللي هو اسمه كرنل. كنا بنعمل الكرنل مسلا ار بي اف. في كرنل اسمها كده ار بي اف. فمسلا عندي برضو كزا نعمل الكرنل تانية. عندي كرنل تانية اسمها لينير. فانا بشغال مش عارف ان انا احدد مسلا اخل سي بواحد ولا بطنين ولا اخلي الكرنل هي ار بي اف ولا لينير فكنا بنعمل جريت سيرش بيعمل ايه? بيجرب. يعني هنا مسلا ممكن نقول�� واحد اتنين. تلاتة. وده مسلا كرنل دي اللي هي ار بي اف موجودة هنا كده. على الصفوف. وهنا الصف التاني ده. اللي هو اللينير. الكرنل اللي اسمها لينير. فبيعمل ايه؟ بياخد مرة. الواحد. اللي هي هيها هيها تبقى بواحد مع مرة بعد كده بياخد الواحد مع ها قوي و بعد كده ياخد الاتنين مع وبعد كده ياخد الاتنين وكل مرة بيتست كل مرة بياخد الاتنين دول مع بعض ويشوف ايه افضل هتطلع وبيرجع بيرجع افضل حاجة ده أنا بعد المحاضرة دي هبعت ليك سيمن بتفهملي هتستخدم مع اول احنا شرحناه لكده برضه Vanessa طيب احنا كده خلاص عرفنا ان احنا ازا بنحلل المشكلة دي وطلع فعلا المسج بتاعتي هي آآ طلعت تمام اهو خلاص يعني هنا بتكلم ان هي فخلاص يا بها تبع ايه تبع الاسبام هنعمل لها تكون تبع الزرف الاحمر ده خلاص هو كده اعتبر فكرة اللي هو خلصت فكرتها بسيطة جدا عشان اعمل بتاعي باخد البرير واضربه في وطلع عرفنا ان احنا ازا بنطلع ده فاكرة اينا اه اللي احنا كنا بنعمل وبشوف مسلا كلمة دير القرارية كم مرة ولا يكون سبع مرات كنت بقول على عدد الكلمات كان تعريبا كم كلمة احداشر حاجة ازا كده مش فاكرة لا 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 اصفت عشر سبعة عشر اه فكنا بنطلع الاحتمالية يعني اللي هي الارقام دي ده ان احنا ازا بنطلع والبرير ده خلاص قلنا احنا ازا بنطلع اللي هو عدد في الهام زائد على عدد الامز في الهام اللي هو وفي الايه? وفي النورمال مسج على وفي النورمال مسج زائد وفي الاسبام وكده بنطلع فبنطلع البساطة بطلع وبطلع وبطلع وباضربهم في بعض وطلع كل الارقام دي والرسالة الجديدة اللي هتجيدي بعد كده الرسالة المسج اللي هتجيدي بعد كده بعمل لها بناء على الارقام اللي انا طلعتها دي ازا مثلا الرسالة دي لما جاتلي لانش ماني 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 بشوف كلمة احتملت زورها هنا الاول باخد اللي هو البرير ده وبعد كده بضربه في اللي احنا مطلعينها اصلا في النورم المسج اللي هي كان الكام اللي هي دي تسعتاشر من مية مضروبة في الماني وفي الماني وعود بالارقام اللي عندي وبطلع القيمة اللي هي دي وبعد كده هنا برضو في الاسبام نفس الكلام بطلع القيمة دي وباخد وبيكون هو ده بتاعي تمام? تمام. اتخلي انا عندي كده قدي محور الاكس ومحور الواي وعندي هنا مسلا دي الرسال اللي هي الهام ودي الرسال وعايز اعمل عايز اجيب دول وحدهم ودول وحدهم افصلهم كده مسلا عن بعض. تمام? دي الفكرة يعني. طيب. اخر حاجة هنقولها بالنسبة ليه اللي هو يعني زي ما مكتوب كده نايف نايف يعني ايه? يعني سازج سازج شوية. ليه سازج? لان هو مش بياخد في الحزبان موضوع الوردر او الترتيب بتاع الجملة. يعني لما اقول له لما اقول له دير فرند هي هي اكي اني قلت له فرند دير. الترتيب مش بياخده في الحزبان الخالص. يعني هيطلع لي نفس الاحتمالية. هيطلع لي نفس تمام? تعالي نشوف كده. يعني مسلا دي هي اه 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 انه هو الالجوريزم سازج جدا يعني 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 هو مش بياخد في الترتيب بتاع الجملة مش بياخده في الحزبان. يعني اي ان كان بتاع الجملة ممكن على فكرة هو بيستخدم مش بس مع النيوميركل داتا. هو بيستخدم مع الاسبام يعني هو في فعلا لما تيجي تدريسي اول اكزامبل بيتحليه كده يعني هو الايميل بتاع او بتاعت الايميل دي. بيكون معاكي الرسيل والرسيل دي بتاخدها مسلا تحولها الارقام عن طريق او اي الجوريزم يعني وبتطلعها ارقام وبعاكيها بتعمل له من عادي خالص يعني وبيتعامل مع النيوميركل وبيتعامل مع اللي هي يعني تمام? فهو مش بياخد في الحزبان اوي موضوع الترتيب بتاع الكلمات يعني. يعني ايه? يعني مسلا ان هنا يعني مثلا هنا يعني مثلا هنا يعني مثلا هنا عندي كلمة دير دي. لو انا جيت طلعت بتاعتها اه لو انا طلعت الاحتمالية بتاعتها اللي هي تكون مسلا طبع الكلاص اللي هو الهام زي ما عملنا قبل كده يعني. نعم. كنا بنعمل ايه? بنضرب في صح? فهنضرب بالنسبة لكلمة دير دير اللي هي القيمة دي. ودير بالنسبة اللي هي القيمة التانية اللي هي تس عشرين من مية هي ديني القيمة. لو انا عكست بقى لو انا عكست يعني بدل ما هي دير دير هتبقى دير. دي هال الرقم هيختلف? لا. لا. الكلام ده مش منطقي بالنسبة لنا كبشر. انما يعني احنا مسلا بنتكلم كبشر ان في كلمة مسلا او جملة معينة. لما حد يقولها تبقى جملة طبعية خلص وما في اي مشكلة. انما لما الجملة دي تتقلب يعني تتقل بالعكس. بتلاقي ان هي ادت معنا تاني. بالجرامر يعني. بالجرامر. اذا اذا ضوء عمر ما يفي. نعم? عيدي تاني كده معدش. اه يتحق. تقول لك مثلا اذا ارد 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 اطبق نايف بايس. على خلي نقول في الدكيومانس بآآ يعني ارد اطلع فعل وفاعل ومفعول بيه هذا ما ينفع. يعني على جملة مركبة بشكل صحيح. هو هو نايف بايس. نايف بايس. نايف بايس. هو نايف بايس تقدر تقولي كده ان هو الجوريزم. حافز مش فاهم. يعني هو حافز بس هو مش فاهم وبيعمل ايه? اي كان الريكوردر خلاص? نعم. اي يعني انا قصدي اذا عندي خلي نجول سؤال آآ آآ ابين بيه صحة آآ جملة معينة باللغة العربية نايف بايس ما يفيد. لا النايف بايس ملوش دعوة بالآآ لا وبيفيد. ما انا لسه جالك في الكلام اوه. النايف بايس ملوش دعوة بالجرامر. اذا سوط بي قطع خالص. هاوه. ايه اللي حصل احنا كنا حلوين دلوقتي. اه. 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 اهو الصوت قطع يا بشمان دي. تسامعني? واضح انك بتتكلمي بس الصوت مش وصل. ايه واشوان دي سامعي? اه سامع سامع ايه. انا كنت باسمعك وازا حدرتك ما تسمعي. اه انت كنت دي بالكلمة بس الصوت مش وصل لي المشكلة كتا عندنا. المهم كنت بتسألي لي ايه او بتقول لي ايه مش بسأل مثلا اذا اجي ناس. خلي نقول بالعربي. وهذا العربي اريد اسوي لجملة صحيحة. يعني يجي اه اه الجملة هي اسم بعد فعلا بعد فعلا بعد ناسموها خطأ بالعربي. هو بس ايه معاك بس هو بغض النظر عن الصوت قطع كتير بس انا يعني هقول لك هو. انتي يعني هو لو الجملة بتاعها صح مفوش اي مشكلة هيديك نتيجة كويسة. ولو عكستيها برضو. احيانا احيانا. احيانا. لو الجملة بتاعها صح هيديك نتيجة كويسة. ولو هي غلط لو الجملة بتاعها غلط على حسب. ما بيطيجي كويس. هيديك برضو نتيجة كويسة. ايه في كلتا الاحوال في الحالتين اللي اتنين. هو بيطلع نتيجة كويسة. يعني هو بغض النظر. عن ان هو احنا انا كنت بتكلم بقول ان احنا كبشر لما بنيجي نقول جملة معاينة الجملة دي ممكن تكون ان هي هام. جملة عادية. انما لما بنعكسها بنغير مسلا الترتيب بتاع الجملة بنغير الجرامر بتاعها بتلاقي ان هي بقى تسبام. هنا هو مش بياخد في الحسبان الكلام ده. هو ما بيهموش الجرامر ولا بيهمو اي حاجة. هو كل شغل واحتملاء. يعني مثلا هنا كلمة دي اللي قدامك دي. احتمال زو احتمال. الاحتمالية بتاعتها كم? تمانية من سمعاني. نعم. طيب لو انا عكستها بقى بصي لو انا عكستها خليتها دي. لس صوتك صوتك قطع. مش عارف والله اللي اللي حصل. احنا كنا كويسين دلوقتي. طيب لاحظت التايم تبع الزوم? ما خلص عندك? لا اصفحنا اتنين بس اطلاعة اتنين بيبقى مفتوحة اهد من دي مشكلة؟ اه اه اوكي. لو اكتر من اتنين ما عنده اه اه Dracula لو силь palabraة اوكي تمام شكرا. فهنا بصي بقى يعني كان هنا احتمالية بتاعتها اتمنية من مية انما لما انا عكست بقى بقى الانت انت بقى temanah في مية بقى بعد. Brilla مالسيب. لان اخد بالك هي عمالية ضربة في الاول في الاخر عمالية ضربة يعني. اه اه في الاول في الاخر. لما اقول لك اتنين في تلاتة هي هي تلاتة في اتنين. صح. فهو مش بياخد في الحزبان موضوع ترتيب الجملة ده. مش بتفرق معاه خالص. تمام? بس هو بلغة نحن كبشر ده كده كلام غلط ما ينفعش لان احنا ممكن نقول جملة تبقى هام. ولما ناكس الجملة دي تبقى الزبام. ولكن بلغة يعني بلغة بقى هو بيقد كويس. اه. الحالة عملية لما تيجي. صحيح بيقد كويس. بس انت لما تروح هسا تسوي مربع الترو فولس. مش يطلع عندك ارار. مربع ترو فولس? اه. يعني ايه مربع ترو فولس? اه احتمالية الترو والفولس. لما اقول اه كم هاي الجملة اني هي بالصحيح مثلا اسموا فعلوا حرف. لكن التطنياها صحيحة. بالحالة ثانية لقطتنيها غلط. هو هو مش بياخد في الحسبان زي ما قولت لك كده. هو نايف. يعني سازم. اوك اوك اوك. اوك اوك اوك. اوك اوك. اوك اوك. عشان كده هو قلت لك ان هو حافظ مش فاهم. هو مش فاهم وبيعمل ايه. هو حافظ خلاص. كده. وبتنفذ وخلاص وبيطلع. بس هو الناس لما بتجربوا في الحالة العملية بيدي نتاك كويسة. يعني موضوع الترتيب ده رغم ان هو اصلا انا قلت لك احنا كبشر غلط محن فعش. كبشر. اه لو لو عقلنا مخينا هيصلنا في الكلام. اه صحيح. لو في كلمة هام هام وحكسناها ادت معنا زبام. عقلنا هيعرف يميز ويقول ان العكس الجملة دي بقى زبام. انما هو كالجوريزم مش هيفرق. لان هو في الاول في الاخر عملية ضرب. دي ايه هي? فرند دير يعني. بس زي ما قلت لك بيدي نتاك كويسة يعني. اقدر بها ابدالية يعني. بالزبط بالزبط. او ده يعني لو احنا مثلا منتكلم اه كبشر يعني الوردر بيفرق معانا انما بالنسبة للاجوريزم الوردر ما بيفرقش خالص يعني. كل لغة بيكون لها جرامر معين عند كمان فريسز. اه. بط نايف فايس اجنور. اول اف زي سطاف. يعني هو. اول اف زات سطاف. يعني هو ما بيتمش خالص بالترتيب يعني. بس هو. اه. بص اقرائي كده بقى. انستيد نايف فايس تريدس لانجويتش زي لايب جاست. اه باجو فوردس. هو بس بيتعامل مع الكلمات دي. اكناها اكناها باجو فوردس. او اكناها حقيبة. يعني حقيبة كده ومليانة كلمات وخلاص. ليتقبة كلمات. يعني. خلاص. اه. عمدي جي مستجي. hueốفجة. spy show is random John Ford of them. طيب هنا بقى نايف فايس cnorez all the rules. because keeping track of every single ا lying英雞 يو. Может be impossible. لأن طبعا يعني هو عشان يتطبع كل كلمة ويفهم يفهم الجرامر بتاعها طبعا الموضوع يكون معقد احنا دلوقتي بنطلب من الالجوريزم ان هو يفهم معنى كل جملة بتدخله يعني يعرف ان الجملة الترتيب ازا كانت بترتيب معاين يكون هام ولو انا عكس للترتيب بتاعي يكون اسبام فده حاجة مش منطقية حاجة مستحيل يعني فهو افضل حاجة اللي هو بيعمله ده ان هو ما يهتمش بالترتيب لان لو هتم بالترتيب فكده الالجوريزم هيبقى كنه انسان بالزبط يعني بيفهم بيفهم الجملة فهماني? رغم ان هو نايف يعني يعني رغم ان هو الالجوريزم نايف سازج برضو بيقدي كويس على على بتاعتنا زي ما شوف نهاينا طبعا في يفصل يفصل النورمال عملية اه بالزبط فصل النورمال عملية باللغة المشين يعني رغم ان هو بتجاهل العلاقات ما بين الكلمات بيكون لي يعني ده بلغة المشين يعني نسبة الارور اه بتكون كبيرة يعني. تمام? المشين ده خلاص قلناه يعني هو بيشتغل كويس في الحالة العملية يعني اه خد بالك ده بلغة بلغة المشين المفروض ان هو يبقى لانه مش بيتمي بالترتيب معنى ان هو يعني يبقى عندي لو تفتكري. احنا كلمنا قبل كده في والاندر فتنج قلنا طالما عندنا اه يبقى ديك كده اه اه اتبقى اندر فتنج يعني بتكون بعيدة عن بتاعي. فهنا يعني المفروض المفروض يعني لو اي حد فاهم مشكلة لنا نجا يقولك ان الالغوريزم ده هو هيدي يعني بيكون فيه اندر فتنج. انما في هو بيقد كويس يعني وبيكون الاريانس قليل. يعني دي حاجة بتبقى كويسة بالنسبة لي ما يكونش عندي ولا حاجة. تمام? والبايز برضو بيكون قليل يعني البايز بيكون قليل. يعني كده خلصنا الالغوريزم اللي هو يعني اعتقد ان هو سهل لما فيهوش صعوبة ولا حاجة. في اي حاجة مشواضحة بالنسبة لك. قطع الصوت بس ممكن اتعيد اخر جملة? اخر اخر جملة بقولك ان هو هنا يعني لو احنا كناس يعني فاهمين بنقول ان هو يعني معنى ان هو ما بيتمش بالترتيب بتاع الجمل. يبقى مفروض ان هو يديني يعني يعني الارور هيكون عالي يعني تمام? انما هو في انما في يعني من خلال الكودنج اتضح ان هو بيدي نتائج كويسة زي ما يكتوب هنا كده. والفاريانس بيكون قليل. معنا ان الفاريانس قليل. احنا عارفيني ان افضل الالغوريزم يكون عندنا ان الفاريانس يكون قليل والبايز برضو يكون قليل. عشان يكون عندي كويس. تمام? انما لو عالي والبايز قليل يبقى كده طب لو البياس هو اللي عالي والفاريانس قليل يبقى كده فانا لازم اوزل ما بين الاتنين يكون عندي وورده يكون عندي يعني يعني الاتنين يكونوا متوازنين مع بعض اللي احنا اتكلمنا فيهم قبل كده يعني في المحاضرة بتاعته تمام? في اي حاجة مش واضحة بالنسبة لك في الالغوريزم ده? طيب هو الالغوريزم بسيط جدا فكرته ان احنا بنجيب وبعد كده بنطلع الاحتماليات بتاعتنا وبناخد دي كل الفكرة بتاعته. والجوز يعني برضو سهر انا هتدي لحضرتك يعني تذكريه وتشوفيه كده ولو في حاجة برضو بيفت معاك ينبقى نتنقش فيها ما فيش مشكلة. فاحنا كده يعني ممكن ناخد برضو بس يعني عايز ممكن بريك خمس دهية بس وها كان كم مليان. عندك مشكلة? موسيقى موسيقى موسيقى